طيب القنبلة بقى احنا بنتكلم على اهم مدير فني في كرة القدم على سطح الكوكب في العشر سنين او الاثناشر سنة الاخيرة الكلام على بيب جورديولا ونجاحات مزهلة حقق في ملعب الاتحاد مع الستي الموسم اللي جاي الموسم اللي على واشك انه يبدأ ده هيكون اخر موسم لبيب جورديولا مع منشست الستي اين كانت النتائج و اين كانت النجاحات و اين كان عدد الالقاب لحقه المان سيتي مع بيب جورديولا نهاية عقد جورديولا تخلص في صيف 25 وفي رغبة متبادلة او قرار من بيب جورديولا وموافقة من ادارة المان سيتي على ان الموسم ده يكون نهاية مشوار جورديولا في ملعب الاتحاد بعد تحقيق نجاحات وانجازات كبيرة جدا جدا محققهاش الستي على مدار تاريخه قدر مع بيب جورديولا ان هو يحقق اسماء كتير بالمناسبة مرشحة لتولي المهمة خلفا لجورديولا منهم مساعد جورديولا السابق ومدير الفني لارسنال الحالي ارتاتا منهم تشابي علونسو اللي قدم الحقيقة سيزن اكتر من رائع مع بار ليفركوزن منهم كمان ناجلزمن المدير الفني السابق لبار ميونيخ والحالي للمنتخب الالماني دي كلها اسماء مرشحة لتولي المسئولية خلفا لبيب جورديولا اشتركوا في القناة